السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات فيفا موبايل على قناة نمبر ناين فيديو الماركت ان شاء الله دي هتبقى سلسلة مكونة من 3 فيديوهات هنشرح فيها الماركت بكامل سوره وازاي ان احنا نقدر نستغل الماركت ونستفيد ان احنا نجمع كوينز على قد ما نقدر السيزون ده منطور بيها الفريق بتاعنا طيب اولا كده انا مش هتكلم عن فلاتر لان الفلاتر لو كسبت مرة بتخسر عشرة اي حد بينزل فلتر بيبقى هو المستفيد الاول منه اي حد هينزلك فيديو عن فلتر بيبقى هو بالفعل اصلا هتك عرض الفلتر ما سابش فيه حاجة انت بتخش بعد كده بتلم الفوتات ولو واحد لحق او اتنين لحق والباقي مش هيلحقه فبالاخر اي فلتر بينزل صاحب الفلتر بس هو اللي بيكسب منه النسبة الاكبر والباقي لو واحد لحق كارت او اتنين غيره مش هيلحق طيب تعالوا كده نشوف المكاسب او انت عايز تكسب هتعمل ايه لو انا مش هنزل فلتر او انا مش هلاقي فلتر اشتغل به اعمل ايه انت شغل دماغك خلي دماغك شغلة في الماركت بمعنى بمعنى ان انا عندي احداث سابتة ومتطلبات سابتة زي احداث الاس بي سي اكتر حاجات بتكسب فلوس يعني اي ينان عندي اس بي سي مثلا نتيم والذويجえ تيم الف يتعمل اس بي سي ثابت بيحتاج لعيبة ستة واسبعين وانت طالع لحد تمانية وسبعين وتسعة وسبعين وفيه الاس بي سي الثاني من تسعة وسبعين بيحتاج لعيبة لحد ثنانو تمانين ثلاثة وتمانوني طيب انت هتعمل ايه الاس بي سي اسبوعي ينزل كل اسبوع مع الافنت بتجدد يوم الاربع بتحتاج اللعيبة الـ بلاس 77 عشان تحطها في الاس بي سي اللعيبة دي في نص الاسبوع اللي هو يوم الحد ويوم الاثنين سعرهم فعلي بيبقى من سبع تلاف لعشر تلاف يوم الاربع قبل الرفريش بتاع الحدث بساعة سعر العيبة دي بيرفع من خمستاشر الف لعشرين الف وساعات كمان لخمسة وعشرين الف على حسب اللعب ووفر اللعب طيب كمان عندي ده دي اول حاجة يعني ممكن انت تستغل ده في نص الاسبوع تشترك كمية لعيبة مكسبهم متوسط يعني لو المئة الف مثلا هتكسبك تمانين الف المليون هيكسبوك طبعا ده فلتر او مش فلتر يعني دي دي حاجة انت بتشغل فيها دماغك من غير ما تعمل فلاتر ولا اي حاجة ولا تكترح على الناس طيب دي حاجة في حاجة تانية اللي هي حدث البلاير او البوتم زي ما بنقول الحدث ده بينزل طبعا كل اللعيبة الاليت اللي موجودة او اللي نزلت قبل كده في التيموف زويك بتنزل في الحدث الشهري بتاع البوتم طيب انا استغل الحدث ده ازاي في الماركت هشتغل على الجنسيات المهمة زي ايطاليا فرنسا ألمانيا انجلترا الجنسيات المطلوبة هولندا المطلوبة في في ESBC الآيكون انت لما بتخش تعمل جيرارد انت عايز لعيبة من انجلترا ما بتخش تعمل تريسيجية انت عايز لعيبة من فرنسا ما بتخش تعمل خليت او سيديورف او نيستة او مالديني انت عايز لعيبة من ميلا ومن ايطاليا عايز لعيبة من ريال مدريد ومن برزيل رونالدوم كارلوس طيب كما انا عندي كده فيه جنسيات اللي هيه Gonna الجنسيات الاساسية زي المانيا وايطاليا والبرازيل وفرنسا وانجلترا وهولندا واسبانيا الجنسيات دي هي اهم جنسيات فلما يجي مثلا البرتغال كمان في ايزيبيو في في روي كوستا في فيجو برضو من ضمن المنتخبات المهمة طيب انا استغل الحدث فيها استغل لما ينزل لي لعيب زي برونو فورناندش لعب مانشستر ونايتد ماشي 87 هو اصلا من قبل الحدث مطلوب وسعره كان 3 مليون فطبيعي لما انزل سعره لستمائة الف في الحدث وهو مازال مطلوب لان مفيش حد في مركزه قوي فهيفضل هو الاقوى فبالتالي هيفضل بيتباع بصورة كويسة فلما ينزل وقت الحدث بستمائة الف اعرف تلقائي كده ان الرجل ده اسبوع بالكتير وهيرجع سعره تانو يضرب فوق المليون مش هيقل عن كده فلما يكون معي مسلا عشرة مليون او ستة مليون فراح اشتري لي عشر كروت الكارت بستمائة الف وبعد اسبوع ابيعهم الستة مليون دول يبقى عشرة مليون دي تشغيل دماغ انت لما تروح تجيب مثلا لعيب زي جريزمان انت وقت بالحدث ما نزل نزل وطلع للكل حتى بعد كده نزل تعويض طلع لناس كتير وقت ما تعويض ووقت البيوتن ما كان شغال جريزمان سعره نزل لمتين الف كان بمليون سعره وصل لمتين الف ومتين وعشرين الف لو كنت جبت لك عشر نسخ دلوقت سعر جريزمان تقريبا وصل لربعمائة وخمسين او دخل على خمسمائة الف وكل ما الوقت هيعدي سعره هيزيد ليه جنسيته والنادي بتاعه مرغوب فيه في الاس بي سي رومانيولي الخمسة وتمانين بتاع اسميلان كانوا وصل مائة وخمسين الف هتلاقي سعره رفع لو كاكو كان بمائة الف وخمسة وتسين الف ده وصل مائة خمسة وتمانين الف ومائة سبعين الف فيه لعيبة تانية قوية بس سعرها مش هيعلى زي مثلا رياض محرز لان الجنسية والنادي مش مرغوب فيهم في الاس بي سي بتاع الايكون فلازم انت تبقى مشاغل دماغك تبقى عارف الاندية والجنسيات كل ده مرغوب فيه في الاس بي سي فسعره هيرفع تاني لان هو عليه سحب بالتأكيد مش هيوقف دي تشغيل الدماغ ده كارت زي رياض محرز فاذا يفضل سعره عند تلتمائة وعشرين تلتمائة وخمسين الف هو من ساعة ملبوطة منزل وهو كده ما بيعلىش هو ثابت على كده اه فيه ناس بتشتري بس فيه ناس كتير معها فبتحط تاني بدال لو حتى رفع مش هيرفع كتير انما دي مرية نفس الكلام باريس للأسف ملهاش اس بي سي يعني مفيش ايكون من باريس ودايما نركز على اللعيبة لأنديتها او ليها فيه لعيبة ايكون من أنديتها موجودة في الاس بي سي طيب ده بالنسبة لتشغيل الدماغ في الماركت ممكن تعتمد على البدات ان انت تعمل بد على لعيب السحب عليه متوسط مثلا وليكن هندي مثال مثلا لعثمان ديمبلي الوفر واحدة وتسعين بتاع الشامبيون حدث انتهى خلاص بقاله مثلا اسبوعين ولا حاجة ولعيب مرغوب فيه بشكل متوسط يعني الناس بتحتابه بس مش كتير يعني نسبة البيع بتاعته مش كتير فالبيد بتاعه ما فوقش مجاز فانت ممكن تلاقي كارت نازل بيد بمليون وثلتمية ليه وهو اصلا بيتبع بمليون وسبعمائة وخمسين مرتاح فانت ممكن تجيبه وتكسب فيه تلتمائة الف بس البيد محتاج مطابعة ومحتاج وقت كبير جدا تتابع فيه فيه ناس كتير شطرة في الموضوع ده وبتعتمد دي الجنسيات او التسع جنسيات اللي هم بينزل لهم اس بي سي ارجنتين باريزيل انجلترا فرنسا المانيا اقتاليا هولندا البرتغال اسبانيا اول تسع فرق اول تسع فرق حتى اللعبة من نفسها عدلت وانت بتدور في النشن ان انت يظهر لك اول حاجة تسع منتخبات المهمين او التسع جنسيات الاهم في اللعبة او اللي فيهم اعظم اللعبة ماشي تجريز من اهو اكيد واحد بلعب في برشلونا وجنسيته فرنسي هتحتاج ان انت بتعمل مسلا اس بي سي بتاع ايكون من برشلونا وليكن رونالدينيو مثلا هتحتاج لعب من برشلونا مهمة كنسية مهمة هيفرق معك طبعا طيب ده بالنسبة لتشغيل الدماغ في الماركت طيب انا جاي تتكلم النهاردة في الاس بي سي والكلام ده لا انا بديك بس حاجات انت تقدر تشغل دماغك بها في الماركت وتكسب من وراء فلوس انا جاي عايز اشرح فكرة الماركت من الاساس يعني ايه ماركت ايه هو الماركت اللي الناس يعني تتكلم عنه طيب الماركت عبارة عن مسلس ناقص دلة يعني ايه يعني الماركت مجرد وسيط بين البايع والمشتري هو مجرد بوت برنامج شغال كده تلقائي انت بتحط له كرت هو لا سعره مناسب فبيشتري منا اه الكرت بتاع اجل لك رسالة كده ان الكرت ده تبايع ده مش معناه ان في واحد اشترى منك الكرت لا لا ده البوت اشترى منك الكرت وهيبتدي يعرضه طب هو اشترى على اي اساس اشترى على اساس انه لا سعر الكرت ده مناسب بالنسبة للكروت اللي زيه فى الماركت طيب لو انت مثلا رحت حطيت الكرت ده بسعر غير مناسب البوت مش هيخذه منك بمعنى ايه انا معايا كرت مسلا سلبر اوفر ستين لو رحت حطيتك تلاتين مليوم الكرت هيخذه مني هيخذه مني ليه على اي اساس يعني الكرت هيخذه مني مش هيخذه مني. ليه لانه ليه سعر معين حتى لو مافيش منه ولا نسخة فى الماركت السلبر مسلا كرت الستين ده هيبقى اخره مثلا 260 mil two seventy was and either y كده فانت لو رحت حطيته بتلتمية الف حتى لو ما فيش منه في الماركت الماركت مش ياخده منك لو في ناس بقى غريبة تيجي تقول لك ايه انا حطيت كارت بتلاتين مليون وقلت الصاحب يخش يشتريه فملاقهوش في الماركت طبيعا مش هيلاقيه هو البوت اصلا مش هياخده منك وصاحبك مش هيشتري منك بشكل مباشر انما هو لو سعر مناسب مثلا كارت اقل سعر لي في الماركت خمسين الفانتر بتحطه بخمسة واربعين فالماركت هياخده منك وبالتالي هيزهر لصاحبك بعد ما الماركت اشتريه هتلاقي صاحبك عادي ممكن اشتريه بعد كده ومع ان انت مش هتبقى محتاج ان هو يشتريه منك لان بالفعل الماركت اشتريه وانت اخدت فلوسه طيب يعني كده احنا ما بنبعش البعض واحنا ما بنشتريش من بعض فما تلاقيش واحد بيقول للتاني ايه لو سمحت انا هحط كارت وخش اشتريه طيب تعالوا نشرح الوضع بشكل مبسط لو افترضنا ان ده السوق وده البوت بتاع السوق وعندي هنا الماركت فاضي تعالوا كده نشوف عملية البيع والشراء بتتم ازاي بالصور هنفترض ان ده شخص فتح باك واطلع له كارت فاخد الكارت وكرر ان هو يروح يحطه في الماركت بسعر معين فالماركت اقترح عليه السعر ده بناء على عدد الكروت اللي موجودة في الماركت وليكن مفيش ولا كارت وان دي اول نسخة من الكارت ده هتنزل الماركت بعد شوية جات له رسالة ان الكارت اتباع ودخل على اللست بتاعه ولقى الكارت اتباع فعلا بالشكل ده يبقى هو هنا تلقائيا يفهم ان البوت هو اللي اشترك كارت مش واحد تاني هو اللي اشترك كارت منه يبقى اتفقنا ان البوت هو اللي بيشتري مش الاشخاص عشان النقطة دي تبقى واضحة عند الكل في اللحظة دي لو دخل الماركت هيلاقي ان الكارت بتاعه البوت عرضه بس بسعر اعلى شوية وانه حط السعر اللي هو باع بيه سعر مبدأي الكارت والمركت بيحط سعر انهائي من عنده يتناسب مع اسعار باقي الكروت اللي موجودة في الماركت طب ليه الماركت بيعمل كده? هقولك لو افترضنا مثلا ان واحد حط كارت بمئة الف وهو اقل سعر ليه فى الماركت هاياخده منك بميت الف ويحطه بد بمئة الف لكن هيحط السعر النهائي من عنده يتناسب مع باقي اسعار الكروت. افرض ان الكارت ده يقل ليه سعر ليه مليون فممكن الماركت يحط السعر النهائي مثلا 900 ألف أو 950 ألف عشان خاطر يحافظ على سعر الكارت وما يحصلش خلل يبقى عايزين نتفق على حاجة إنها كل ما الكارت زاد في الماركت سعره قل كل ما الكارت قل في الماركت ونظر كل ما سعره رفع عايزك تركز معايا عشان في الفيديوهين اللي جايين نحن هنغوض شوية في الماركت ونعرف إزاي بقى نجيب الكوينز صح فعايزك تبقى عارف كل اللي أنا تكلمت فيه ده وحافظه عشان ما تتهش مني أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد من السلسلة دي أشكركم لحسن استماعكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة شكراً سلام عليكم